بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ومازلنا في رحلتنا في تصحيح آيات الذكر الحكيم وفق الرواية التي نقرأ بها وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل النهاردة إن شاء الله نصحح مع حضراتكم سورة المرسلات يلا بينا مستعدين يلا بينا نحن النهاردة إن شاء الله هنصحح للآية 15 وإحنا التقسيمات دي بتبقى وفق التقسيم الموضوعي للصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسه عايزيننا صح صح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نزرا عذرا أو نزرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع خدتوا بلكوا هنا ما دي الإسم الموصول إن الذي توعدون لواقع من أول والمرسلات عرفا إلى قوله تعالى إنما توعدون إلى الانستة ده القرآن الكريم هنا قسم يعني من أول والمرسلات دي وو القسم الله تعالى يقسم والرياح العظيم ويقسم بالملائكة الكرام وما يلقيه ويعطيه الملائكة الكرام من الوحي لمن لأنبياء الله تعالى ورسله الله يقسم بكل ذلك وابتدت بواوي القسم والمرسلات عرفا ومشي وراها صفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نشرا لإنذار الناس عشان ما يكونش للناس حجة يوم القيامة يقولوا ما جلناش إيه لم تأتينا رسالة الرسول منين نعرف أن في جنة وفي نار وفي حساب في بعث وفي نشور وفي حساب وفي عقاب فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بكل ما أقسم به يقولوا عذرا أو نزرا وبعدين بيقسم على إيه إنما توعدون لواقع يبقى كل اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر به عن طريق الرسل والرسالات بإن إحنا الناس بعد ما تموت يتم بعث الناس من القبور النشور عشان هيكون في يوم الحشر وحيكون في يوم موقف الحساب يبقى دائق إنما توعدون لواقع إن الذي توعدون لواقع لإن في كتير بيكذبوا بأحداث هذا اليوم العوين وإيه بأشكل اليوم ده حنشوف في الآيات بايتها الله تعالى يقول فإذا النجوم طميست فإذا النجوم طميست أيوه جميل الهمس وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت كل دي صور والأحداث اللي حتحصل في هذا اليوم الرهيب الله تعالى ينبهنا فإذا النجوم الكون اللي انتوا شايفينه ده ومستمتعين بيه ربنا خلقوا وصخروا للإنسان يعيش فيه وإنه يجد قوته فيه كل شيء ميسر للإنسانية إنها تستمتع بهذه النعم بتسخير الله القهار لكن يوم القيامة المشهد ده كله حيتغير النجوم دي تنطفي نورها فإذا النجومه فإذا النجومه طميست انطمص نورها والسماء دي تبقى كلها عبارة عن أبواب أولا تتشقق وتفتح إلى أبواب وبعد كده إذا الجبال العظيمة الضخمة دي نسفت بعد ما حطير كالعهن المنفوش زي الصوف المتطاير في الجو الجبال الضخمة دي أيوة لإنه حينتهي هذا العالم لندخل إلى عالم آخر جديد فدي صور التغيير وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل اقتت ده اليوم اللي ربنا هيجمع فيه الرسل عشان يشهادوا على أقوامهم هل آمنوا بهم أم كذبوا بهم من أتبعهم من مش أتبعهم من أصحاب الأعمال الصالحة ومن أصحاب منهم الأعمال السيئة من البشر اللي أرسل إليهم الرسل في أزمنا معينة وأمكنا معينة الله تعالى يقول وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين أولا أنا عايزة نشبع عندنا هنا الإضغام ويل يوم أنا عندي ضمتين هم عندكوا علام ضمتين دول يعني اسمهم إيه تنوين وإحنا عارفين من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جاء وراهم حرفة من حروف الإضغام اللي مجموعة في كلمة يرملون أنا عندي ينمو الخمس حروف اللي هو إضغام بغنة واللم والرأ إضغام بدون غنة هنا إضغام عندي إضغام ويلوي ويلوي أشبع وأصور الويل الويل يعني العذاب الشديد لمن كذب بآيات الله تعالى بعد أن ساقها على يد رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ويلو يومئذ للمكذبين ويلو يومئذ للمكذبين اللهم سلمنا في ذلك اليوم اللهم سلمنا في ذلك اليوم اللهم أمين أجمعين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله اللهم حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين نستودعكم أناية الرحمن الرحيم اللهم آمين اللهم آمين